شكراً سادة النواب شكراً لكم دعم كبير جداً لأي إجراء الدولة تاخده تاخده ليه؟ تعمل إيه الدولة؟ تاخده تحمي أمننا القومي تمنع المخطط الشرير الصهيوني اللي هدفه الدفع بالشعب الفلسطيني من غزة إلى مصر النهاردة هناك اليوم ضوء أخضر من البرلمان المصري للدولة ومؤسساتها والقوات المسلحة تواجه هذا المخطط الشرير تاني اللي حصل النهاردة في البرلمان ضوء أخضر لمؤسسات الدولة وفي المقدمة القوات المسلحة بالطبع تواجه المخطط الشرير مجلس النواب النهاردة بالكامل كله على قلب رجل واحد كلهم معارضة ومؤيدين كلنا مصريين كلنا دعمين كلنا وقفين كلنا مع القيادة السياسية القادرة على القوات المسلحة كلنا مع القوات المسلحة فيما تراه من إجراءات لمنع محاولات التهجير إلى مصر هناك العديد من السينياريوهات ويمكن احنا كنا مبكراً قوي قوي يعني فضل الله كرمو كنا اتكلمنا عن كل السينياريوهات التي تم الإعلان عنها من جوه إسرائيل أو من بره إسرائيل كنا منتكلم يعني الحمد لله يعني كنا نشتغل بشكل واضح من الأول على هذه المخططات هي الرؤية انت شايف هم يفكروا فيه بقى الموضوع النهاردة بدل الأول ما كان تسريبات ثم الإنجليز يطلعوا عندهم على البي بي سي ثم الأمريكان يطلعوا عندهم على الإعلام بتاعهم ثم الإعلام العبري يطلع عنده على الإعلام بتاعه ويطلع بعد كده مسؤولين يتكلموا في حكومة نتنياهو يتكلموا على هذا الأمر وده من أول يوم من يوم 7 أكتوبر رئيس الوزراء النهاردة تحية بجد دكتور مصطفى مدبولي والد سيادته أحد أبطال قادة أكتوبر والد دكتور مصطفى ست رئيس كان بيكرموا بعد يعني في فترة من فترات يعني وبالتالي دكتور مصطفى يعلم اللي كان والده بيقوله عليه وفي لقاء دكتور مصطفى مدبولي كان حكى ذلك فيه لما كان فيه سيناء من اسبوعين من ثلاثة أسابيع قال والدي كان بيحكي لي إيه اللي بيحصل هنا في سيناء فهو ابن مقاتل ابن أحد جيشنا العظيم قادة جيشنا العظيم ويتحدث النهاردة بجد مش بصفته كمان رئيس حكومة وبس لا عارف يعني إيه كل كلمة رئيس الوزراء النهاردة بيقولها كل جملة بينطق بيها كل سطر بيتكلم بيه رئيس الوزراء النهاردة لأنه يعني كل الكلام يعني الرسائل التي تخرج من هنا من داخل مجلس النواب المصري يتحدث رئيس الوزراء عن أنه مسألة التصفية بفيش حاجة اسمها تصفية على حساب مصر لأي قضية كلم رئيس الوزراء على إجراءات لحماية مصر وحماية حدودنا وعراضينا رئيس الوزراء النهاردة تحدث عن التحديات والضغوط التي تعرضت وما زالت مصر تتعرض لها والضغوط منذ فترة نتعرض لها وتحديات بتواجهنا ولكن هنا لازم نتوقف موسيقى